طبعا بعد الجزء الاول من اقوال انتقال اللاعبين العرب الذي سوف تحدث في هذا الصيف هذا هو الجزء الثاني من سلسلة هذه الفيديوهات قبل البداية في التفاصيل والدخول في موضوع والطرف على اللاعبين وعلى انتقالات المحتر في العرب اتمنى منكم ان لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو ستركوا في جديد وانا ابدأ اعطل في التفاصيل اكتر والدخول في صلو الموضوع انتقالت فينا مرابط الى نادي الكاتر والنادي برشنان طبعا بعد التألق الكبير لامرابط بطولة كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الوطني المغربي وللآمن مرابط كان افضل ارتكاز في تلك البطولة وقدم مستوياتها الى لم تتوقف تألقه مع المنتخب المغربي فقط بل تألق مع فيرونتينا في موسم الستنائي وصل الى النهائي كأس ايطاليا ولنهائي كأس الموسم الاوروبي طبعا مرابط لديها عروض كبيرة من اكبر الاندي الاوروبية على رأسهم نادي برشنان مع راحل بوسكيت فالبرس يرغب في تعاقد مع لاعب ارتكاز جديد لكن للامرابط ليس اولوية لان نادي الكاتلوني بل الصفقة سوف تكون معوضة في حال فشل صفقة كيميش او لاعب رياسوسيدان زيمدو سوف يكون مرابط هو البديل لهذا التنائم لكن المرابط لديها عروض كبيرة مثل نادي تطنهام يرغب في التعاقد مع لاعب جدود للموسم القديم كذلك نادي باريسان جرمان في حرح اللاعب ماركو فيراتي سوف يكون مرابط اولوية في مركز الارتكاز كذلك نادي اتلاتي ومدريد لديه يتمام بمرابط ونادي ماشيشتر نيتيد مهتم بمرابط والتعاقد مع مرابط طبعا هذه هي اكبر انديا المهتم بالتعاقد مع سوف يقدم موسم هائل موسم استثنائي في جميع المباراة وفي جميع البطولات طبعا للامنة نتمنى ان يكون اختيار مرابط اختيار صائب بالانتقال الى وجهه افضل له على مستوى طريقة لعب وعلى مستوى المدربين وعلى مستوى الدوري لامنة مرابط لعب مهيب في المنتخب الوطني المغربي لهذا نتمنى تكون اختياره صائب بالانتقال الى نادي رائع وجيد هيشان بوداوي والانتقال الى نادي بريطن الانجليزي يعد الدولي الجزائري واحد من اكثر نجوم الدوري الفرنسي تألقان حيث هذا الموسم مع نادي هنيس لعب مبارس كبيرة وقدم مستويات هائلة مع الفريق الجنوبي نادي نيس الفرنسي اللاعب أبصم على موسم جيد في الدولي الفرنسي جعل ناديين من الدولي الانجليزي موتاز يرغبون في التوقع معهم وهو نادي بريطن تحت المدرب ديزيلبي الذي يرغب في التوقع مع هشان بوداوي وكذلك نادي أسطن فيلا تحت قيادة ايرمي الذي يرغب في التعاقد مع هشان بوداوي اللاعب سوف يكون ليس بشكل مجاني لأن نهاية عقبه سوف تكون في 2027 فاللاعب حاليا مرتبط مع نادي هنيس لكن نادي بريطن ونادي أسطن فيلا يرغبون في التوقع مع لاعب خاطر وسط خصوصا أن بريطن قد فقد اللاعب الأرجنتيني ماكاليستير الذي سوف يرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي كذلك نادي أسطن فيلا يرغب في التوقع مع لاعب وسط ميدان شاب بإمكانية دفاعية وهجومية للأمناء سوف يكون اختيار للدولي الجزائري في حال تقدم الفريقين بعروض كبيرة وعروض تجعل الفريق الفرنسي نيس يوفق على رحيل هشام بوداوي من وجهة الأنسب أن نادي بريطن سوف يكون خيار أنسب لهشام بوداوي وكذلك المدرب الإيطالي سوف يكون جيد بالتوقع مع لاعب مثل هشام بوداوي مستوى تهائلة في الدولة الفرنسية الموسم واحد النجوم نيس الفرنسية الموسم بدون أي مجاملة قدم مستويتها إلى طولة الموسم وبنفس الأداء وبنفس الريت من مفراء الأخرى لهذا اللاعب حاليا كمقود من النادي أستون فيلا وبريطن يرغبون بالتوقع معا طبعا أنتم كمشاهدين ومحبون لللاعب ما هي الوجهة الأنسب لهشام بوداوي هل بريطن أم أستون فيلا يوسف نصري واحد من أفضل مهاجمين المغاربة والعرب هذا الموسم تألق كبير في بطولة كأس العلام سجل واحد من أجمل أهدف البطولة ضد المنتخب البرتغالي يعد يوسف نصري أكثر لاعب مغربي يجد بالاهتمام أكبر الأنديان الإنجليزيان الذي سرغب في التعاقد معه هذا الصيف وعلى رأسهم النادي اللوندلي نادي ويستهام يونيتد الذي يرغب بقوة بالتعاقد معه مهاجم نادي إشبيليا يوسف نصري طبعا كما نعرف أن ويستهام كان قد قدم عرض في الانتقال الشتوية ليوسف نصري لكن الدول المغربي رفض بداعي أنه يركز حاليا مع نادي إشبيليا ويريد مساعدة إشبيليا للبقاء في الدول الإسباني سوف يعود نادي ويستهام وسوف يقدم عرض جديد في هذا الصيف حسب الصحافة الإنجليزية أن النادي اللوندني يرغب بقوة بالتعاقد مع الدول المغربي يوسف نصري من إشبيليا صاحب 25 سنة مع ويستهام هناك نادي توتنهام يرغب بالتعاقد مع مهاجم في حال رحيل هاركين عن الفريق سوف يكون يوسف نصري هو معوض هاركين في النادي اللوندني كذلك نادي توتنهام كذلك نادي كريستال بلاس وهو نادي لوندني كذلك يرغب في التوقيع مع الدول المغربي سنة نصري للموسم القادم كذلك كريستال بلاس يبعت عن مهاجم صغير السين ويلعب بالقدمين وكذلك يسجل أهداف يهدام كريستال بلاس يعتبر يوسف نصري أولوي للفريق في خط الهجوم طبعا أندية إنجليزية ترغب في التوقيع مع سنة نصري اللاعب يجذبوا اهتمام الأكبر أندية الإنجليزية ويرغبون في التوقيع معهم ويعتبرون أن الصفقة نصري أولوية في خط الهجوم لكن كما قلت على مراوز سوف أقوله على نصري أن اللاعب سوف يكون له اختيار أتمنى أن يكون اختيار صائب الانتقال إلى نادي جيد أو البقاء في إشبيليان للموسم القادم والموسم القادمان طبعا أن أتمنى التوفيق ليسف نصري وإنما أنه هو أنسب اختيار ليسف نصري لينتقل إليه راحل محمد صلاح ليفربول طبعا بعدما تأكد رسمي أن ليفربول لم يشارك في دوري أبطل أوروبا في الموسم القادم نشر محمد صلاح تغريدا يعبر عن غذبه والسياؤه من عدم مشاركة في دوري أبطل أوروبا للموسم المقبل لكن بعد فترة خرج المدرب الألماني يرغان كلوب وأكد أن محمد صلاح باقي في نادي ليفربول في الموسم المقبل لكن حسب الصحافة الفرنسية أن نادي باريس سن جلمان يعتبر أن محمد صلاح أولوي الفريق في حالة واحدة وهي في حالة رحيل ليون ميسي عن النادي الباريسي سوف يكون محمد صلاح هو بديل نادي هو بديل عفوا ليون ميسي في باريس سن جلمان إذا رحل الأرجنتيني عن الباريس لكن محمد صلاح حاليا فهو لاعب ليفربول ولاعب سوف يبقى في ليفربول الموسم القادم لكن إذا رحل لم يسي فباريس سن جلمان يعتبر محمد صلاح أولوي ويرغب بالتعاقد معه يكون بديل اليون ميسي طبعا للأمانات محمد صلاح كنا نعرف أن محمد صلاح حاليا يعتبر أسطورة في ليفربول والشيء المتوقع والشيء الأفضل للصلاح هو البقاء في ليفربول لأن هناك صنع الأمجاد وفز بالبطولات وأصبح أسطورة للفريق كنا نعرف أن محمد صلاح تألق وظهر وبارز مع نادي ليفربول لهذا حسب رأي الشخصي أن محمد صلاح هو ليفربول ولليفربول هو محمد صلاح فاللاعب الأمسى أن يبقى في ليفربول ولا يخرج من ليفربول على الرغم من اهتمام نادي باريس سن جلمان لكن باريس سن جلمان قادر على حسم السفقة وقادر على أن تدفع أي مبلغ في لاعب مثل صلاح طبعا كلنا نعرف أن أشرف حاكمي واحد من أفضل الأظهراء الموجودة في إفريقيا وفي العرب وكذلك في العالم اللاعب من أكبر أحلام أشرف حاكمي وهو العودة إلى ريال مدريد في السنوات القديمة وهذا قد صرح بها اللاعب في السنوات الماضية عندما كان اللاعب كان يقول أن اللاعب يحلم للعودة إلى ريال مدريد لكن اللاعب حاليا لاعب لباريس سن جلمان وبدأت الصحافة الفرنسية تتحدث على أن اللاعب يرغبه في عودة إلى الميرينغير المدريد وكذلك ريال مدريد يرغب في التوقع مع ظاهر أيمن خصوصا بهذا تراجع مستوى دانيال كارفاخال لكن للأمنة السفقة معقدة في الوقت الراهن حيث تقول أن باريس سن جلمان لديها حقد مع أشرف حاكمي إلى 2026 واللاعب مرتبط مع النادي باريس سن جلمان وإذا أراد ريال مدريد التوقع مع أشرف حاكمي سوف يكون نسبار دفع أكثر من سبعين مليون يورو للتوقع مع الظاهر المدريبي أشرف حاكمي طبعا تبقى الصفقة معقدة للميرينغير المدريد في حال رغبة في التوقع مع أشرف حاكمي لكن الآن أنا على حساب رأي الشخصي أنا أرى أشرف حاكمي في إمكانه لحودة ريال مدريد وفي إمكانه التألق والإبداع من جديد مع الميرينغي ومع الملكي على بطولة الدول الإسباني وعلى بطولة دولي أبطل أوروبا طبعا اختيار الشخصي سوف يكون عودة إلى ريال مدريد لأنه النادي الأنسب نادي البطولات ونادي عارق على مستوى دوري أبطل أوروبا فباريس سن جلمان يبقى فاريق جيد يضم عديد من النجوم لكن ليس نادي البطولات والداليل هو لدوري أبطل أوروبا في كل موسم يغادر البطولات بطريقة مختلفة نتمنى التوفيق لأشرف حكيمي ونتمنى أن تكون ويها أنساب أمل بقى